موسيقى موسيقى أشكرتها محمد يسر أعتقد مع الأهلي قبل أن يتم عرضه رأيك فيه لو كنت شاهدته أو تابعته لقد أقومت بشكل كبير لكنها تجربة مفيدة جدا في سن سمير هذا الأهم لعبة تطلع 17 و18 بالنادي بالموضوع ده بقالنا سنين طويلة جدا فأتمنى إن شاء الله أنها تجربة ويبقى في تكرار لها بشكل كبير الفترات اللي جاية لأن عندنا مواهب كبيرة جدا وأعتقد أن لو خدناهم من البداية أنه بتشتغل بقى على حاجات كتير على بناء العقلية وعلى مش بس فلني وبدني أنت بتبني العقلية زي ما شفنا نجمينك كبير وأسطورة مصر يعني صلاح بيتكلم دايما على المنتاليتي على إزاي هم بيشتغلوا على القصة دي بره فأعتقد أن أولادنا لو تلعوا في سن صغير حيفرق معنا كتير جدا ببالك فكرة برضو التأسيس والمعايشة وأنكتعرف على ثقافة مختلفة وأنكتبع تعمل احتراف يعني طبعا جوال أهلي أنا عارف أنه فيه احتراف وفيه انضباط على أعلى مستوى بس في أوروبا الحياة نفسها نضع مختلف أنا مش بكلمك عن الرياضة بس أنا بكلم على الحياة كلها المجتمع كله ليه طريقة وليه انضباط تجبر أي حد على أنه يبقى في نفس الإطار والاحتراف ففكرة أنه التجربة تنجح وأن الولد يطلب تجديد أعارته وبالمناسبة احنا بنتابعه في كل يوم أربع يعني مش مجرد تواجد وخلاص لأ ليه تواجد ومؤثر من يومين يعني بيحكوا ليه يوم سوفتش الجول لسه هشوفه يوم الأربع حلقة الأربع هنحاول نجيبه بس هو جاب جول عالمي برضو مع فريقه في الدولة يعني نتمنى له التوفيق إن شاء الله ونتمنى أن تكرار هذه التجربة مع شباب كتير عندنا أجيال كتيرة دلوقتي وأعتقد أنه يعني أتمنى أن فكرة تكوين أجهزة لكل الأعمار السنية من قبل اتحاد المصر كورت خدم في الفترات في الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا دول بقى عندنا منتخبات لكل الأعمار أعتقد أتمنى أن يكون لها بلان يعني مش بس مجرد أنه موقف خرجنا ما بفهمش حاجة يعني ما بفهمش حاجة ممكن أنت عندك في الدوري الممتاز مثلا والحقيقة الدوري المحترفين لتعامل السنة دي برضو واضح أنه يعني شكله حالو وفيه إصارة وفيه متعة وفيه جماهيرية جدا أكتر حاجة فيه جماهيرية يعني لأن فيه عندها كتير جدا جماهيرية صحيح فبالتالي أنت بتكلم مثلا على إيه 30 فرق في مصر عندها قطعات ناشئين صحيح بتطلع في نهاية كاملة عيد للمنتخب 30 أربعين 50 اسم للمنتخب فيه كام واحد تحت وراء منهم مستني بس مجرد فرصة أنه يشارك مع مع فريده فاهم عشان يظهر تاني عشان يظهر تاني اللعيبة دي هو ده أقوله يعني من طلحهم بره تقريبا ببلاش واخد نسبة مثلا من عادة البيع صدر لعيبة ودي لعيبة فرصة أنها تطلع بره بدلا ما هي قاعدة بنتهي مستقبلهم بدري بدري بدطلوا كورة أتمنى أنه ده يحصل لأنه فعلا احنا محتاجين ده تشتغل بشكل كبير جدا على ده على الأكاديميات شوفنا السنغيل شوفنا المغرب شوفنا كو ديفوار النهاردة يعني خلاص الناس بتاعت تشتغل على ده بشكل كبير من زمان من زمان مش من دلوقتي وبالتالي نتائجها بتادت تظهر نتائج منتخب أول ونتائج منتخب أول ونتائج منتخب أولمبي ونتائج منتخب شباب كل المتخبinel مالي كو ديفوار سنغال وخصصتا كمان على الجانب الآخر بعيداً عن نتائج منتخباتها كمان تواجد هذه اللاعبين بهذه الصورة في أنديات أوروبا. يعني نشوف كم كبير جداً من الأفرقاء موجودين بتميز. مش بس تواجد عادي. لا تميز غير طبيعي في كل الدورات الأوروبية يعني. من حوالي 3 أو 4 أيام مش فاكر إمتى. كان واحد من ضمن الأرقام الإحصائيات اللي احنا بنعرضها في السادسة. عدد اللاعبين المحترفين اللي شاركوا فيه بطولة أمم إفريقيا. فيه منتخبات 100% من سكواد جاي من أوروبا. المنتخبات اللي تقل شوية تلاقيه 96% يعني 92% نسب بسيطة جداً. نسب بسيطة جداً للمعتمدة على اللاعب المحل. يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون يعني فيه بلان. يعني أتمنى أن يكون فيه بلان وتخطيط لكل المنتخبات. أنه نحن نبدأ. حتى لو ما فيش بلان نبدأ نعمل بلان نبدأ نبسل المستقر. يعني على الورق أعتقد أنه نحن نبدأ. يعني أنا شايف أنه فيه خلاص يعني فيه تكوين أجهزة لهذه المنتخبات. معنى أنه فيه رؤية وفيه بلان واضحة للمنتخبات دي. مش قصة بس منتخبات. يعني أنا قلتك في المنتخبات. تأتي حك دير. تأتي حك دير. 40-50 لعب. كلم على الدولة والمسابقات. خد بالك لعبة للمنتخبات. بتبقى الكرام دولا كرام زي ما بيقولوا. يعني. الصفوة يعني. فده عشان النادي بتاعه يسيبه. لو نادي صغير فهو غالبا بيبقى ده أهم العيب عنده. لو نادي كبير فبيبقى عايز فيه رقم كبير. ففكرة أن هم يتلاقوا احتراف فيها مشاكل شوية. بس أنت بتتكلم النهاردة في تكوين أجهزة في 2005 و 2007 و 2009. يعني لسه فيه ولاد لسه صغيرين. فأعتقد أن هيبقى فرصة خروجهم أو أن النادي يسيبهم. أعتقد أن يعتبقى أسهل شوية من الفترات الجاية. لكن لا يبد من كمان أنك تتبع مسابقات وتعدل العك الكاروي اللي موجود في القطاع النشيئين والمسابقات اللي تحت. عشان كمان يفرز لي مجموعة تانية تقدر تكمل المشوار مع المجموعة الموجودة. نتعدى بس أو نتخطى مرحلة الورق عشان ما ندخلش في الوحد ياسمبق يعني نومبر وتقالي ياسمبر. طيب خليني تبعت ماتش مبرحة شالسي وليفر بول؟ آه يعني متعة طب. احنا خدنا بالنا بقى من اللحظة يعني لطيفة جدا. منصف تحديدا عينه يعني جابت لنا حاجة لطيفة جدا. تعالوا نشوف مع أشرف ومعاكم كده السكواد طبعا اللي شاف الماتش عارف أن الماتش انتهى تعادل وراح لوقت إضافي. ده حتى اللي ما شافش كمان خليني أقولكم ماتش انتهى بالتعادل وراح لوقت إضافي. وليفر بول عن طريق فاندايك جول من نسبة 80% كده شبه جول محمد عبد المنعم في الفاينال أفريقيا في الودايد. طحية. كورنر من الشمال اترفع فاندايك على القريبة قطع حطها عبد المنعم حطها. لكن محمد عمين كانت أصعب. يعني الزاوية كانت أصعب كتير لأن محمد كان مبرر أكثر من فاندايك. و التوجيب عبد المنعم أحلى كتير. يعني عبد المنعم قال لها لدرجة أن كل اللي في الملعب لف رسهم مع كرة بيتفرجوا. فاندايك حطها في الأرض شوية فعملت البندور. هم الاتنين مميزين جدا كمان في فاندايك. طبعا. لكن هم الجنين كتكنيك فيهم تشابه مع بعض. لكن الأهم بالنسبة لنا من نتيجة المباراة ومن فوز ليفر بول هو السكواد. السكواد اللي فنش مباراة ليفر بول. وسكواد اللي فنش مباراة تشالسي. تعالوا نبصوا حضراتكم كده على السكواد. ونشوف الصفقات دي أو الأسماء دي كلفت خزائن الناديين قد إيه. على الشمال قدام حضراتكم سكواد ليفر بول. على اليمين سكواد تشالسي. هبدأ بتشالسي يا أشرف. طبعا تشالسي لعب بيتروفيتش 14 مليون سترليني. حلس مارما. تشالوبا طبعا ده من أبناء النادي. دي ساسي 38 مليون يورو. على الشمال كولويل ده برضو من أبناء النادي 0. يعني ما كلفوش حاجة. جسده لعب ناحية اليمين 31 مليون يورو. خدلك معامل أرقام. يبقى كده دفع 14 38 31. في خط النص كايسيدو. أغلى صفقة في الدورة الإنجليزية. وموسم الانتقالات اللي فات. 115 مليون سترليني. وكان فيه صراع غريب جدا على كاسيدو. هذا لا فكرة. رغم أن الحقيقة يعني في تقييم المتاضع. يعني مش هو يستحق الضج. بالمر جاي ب 42 مليون سترليني من السيتي. فرناندز 107 مليون سترليني. مدويكي 35 مليون سترليني جناح يمين. نكون كراس حرب 56 مليون سترليني. مودرك طبعا الأوكراني 97 مليون سترليني جناح شميل. شميل. طب تعالوا نبصوا بقى ليفربول في الناحية اليمين. كهلر. ليفربول اعتمد في أغلب سكواد بتاعه اللي فنش في المباراة على لعيبة من أبناء النادي. كهلر حراست مرمى 0. فنداك طبعا نجم الفريق جاي واحدة من أغلى الصفقات 75 مليون. كوانسا 0. جومز 3.5 مليون. سيميكاس 12 مليون. أندو نص ملعب 16 مليون. مكانل 0. كلارك 0. دياز 49. إليت 4 مليون. ودانس 0. انت متخيل الفارق الكبير. طبعا هي بطولة كاس في الأول والآخر. فكل النتائج في مطشطة الكاس وردة. لكن انت متخيل الفارق الكبير جدا. بين حجم التكلفة ورؤية إدارة. أو أسلوب إدارة. في كيفية التحضير أو التجهيز لبناء لمستقبل فريق. يعني فرقة بحجم وقيمة ليفربول. يعني أعتقد أن دماغ منصف راحت لفكرة. وانت طبعا أحمد أكيد. فكرة تصريح يورجان كلاب بعد المباراة. إن دي من أهم البطولات اللي حصل عليها. طبعا. أعتقد أن دان. رغم أنها مش الأكبر. مش الأكبر. يعني هو واخد شامبيونس. شامبيونس واخد بريمير ليج. وبالتالي أعتقد أنه فكرة. يعني من أفضل البطولات اللي حصل عليها. علشان اللي بتكلم عنه دلوقتي. إنه عمل جيل كامل من اللعبين. لتكملة المشوار في ليفربول. وهو ده فكر الإدارة وفكر. يرجان كلاب مع ليفربول. الرجل ده بيعشق ليفربول. وبالتالي بيشتغل معهم. أنه بيعمل دايما إحلال وتجديد. علشان يكون فيه دايما ليفربول موجود في منصات التتويج. أو على الأقل في المنافسات الكبرى. في الدوري الإنجليزي أو في الشامبيونسي. أعتقد أن ده فكر محترم جدا. وده التخطيط. وده الفكر المفترض أن الكل يشتغل به. أن يكون عندي دايما فكرة الإحلال والتجديد. عشان يكون عندي دايما دماء جديدة. بتدخها في الفرقة. تقدر تنافس بها على كل البطولات. صحيح. الفلوس طبعا مهمة جدا في آية رياضة في العالم. لكن إزاي تديرها. إزاي تنفقها. إزاي تخطط. إزاي تبني. دي قصة تانية خالص. لا تصنعها فقط فكرة المادة. أو الإمكانيات المادية. لكن تحتاج رؤية. تحتاج لخبرة. تحتاج لإدارة. لا يوجد نجاح بدون علم. وإدارة يعني. وده اللي بيشتغل به. النهاردة في لوريوس اوورد. دي حاجة كده مهرجان بتعمل كل سنة. مهرجان كبير جدا. يمكننا نسمعش عنه في مصر كتير. لكنه جايزة سنوية. بتمنح لأفضل رياضي في العالم. أفضل رياضي هنا. مش معناها لعب الكرة فقط. لكن أفضل رياضي من مختلف الرياضات. تعالوا نشوف مين مرشح لفوز بالجايزة. ونشوف ترشيحات أشرف. أو من وجهة نظر أشرف مين الأقرب. لتحقيق الجايزة اللي هتصادفها السنة دي مادريد. النسخة الأخيرة كانت في باريس. السنة دي هنروح لمادريد. جاهزة معنا الصور. من لعبي كرة القدم. طبعا معنا اتنين من نجوم الكرة على مستوى العالم. ليوميسي لعب إنتر مايامي الحالي. والفائز بطولة كاس العالم مع الأرجنتين. وإيرلينج هولند هدف الدولي الإنجليزي. وهدف المان سيتي. اللاعب النرويكي. أرجنتيني ونرويكي. عندنا بعد كده من السويد. عندنا دوبلانتس. موندو دي بلانتس. ده لعب ألعاب بقوة. بيلعب رمح رامير رمح تحديدا. وعندنا طبعا لعب التنس الشهير. السربي نوفاك ديوكوفيتش. لعب تنس. وعندنا نوالايلس. عداء أمريكي. برضو شهير جدا. وعندنا ماكس بيشتبين. ده طبعا رياضة السباقات. السيارات واحد من أشهر المتسابقين على مستوى العالم. دون المرشحين طبعا لجائزة لوريوس لأفضل رياضي في العام. يعني أعتقد دايما دايما الكرة القدم والتنس. في حدة ظلم الأول ما دخلتش بالقايمة دي من وجهة نظرك؟ شوف أنا حتى لو دخل القايمة أسماء تانية. وحققه وإنجازات كبيرة. لكن بالنسبة لي أيقونة هذا العام أنا شايفه ميسي. لأنه حقق إنجاز كبير جدا جدا. على مستوى الشخصي وعلى مستوى منتخب الأرجنتين. على مستوى تحقيق بطولة في هذا السن. وفي هذه البعد عناء طويل جدا جدا. ميسي وجمهور الأرجنتين أو جماهير الكرة في الأرجنتين. لتحقيق هذه البطولة الكبرى في العالم يعني. فأعتقد إنه تحقيق لهذه البطولة. يعني حقق طموحات أجيال كثيرة جدا جدا في الأرجنتين. شوف أنا منحس شوية لكرة القدم. لكن هذا الطبيعي في كرة القدم هي الأشهر أو الأكثر انتشارا في العالم. وبالتالي شايف أن ميسي يعني يستحقها. لهم إنه يعني مش عارفها تتفق. يعني تختلف خسر كثير قوي. بانتقاله للدوري الأمريكي باللعب الإنتر ما يعمل. يعني اسمه ميسي ما بقاش. أنا معاك. يعني قرار كان. يعني عشاء ميسي ممكن يشوفه أنه كان قرار خاطر بشكل كبير. شوف أحيانا لما بتحقق كل الإنجازات. آه فنش بقى. يعني فنش وستايل. ممكن في ناس تحب تفنش كده. لكن في ناس تحب تتبعد شوية عن الضغوط. كفية ضغوط أو تحمل من الضغوط. يعني ما يكفي. وبالتالي هو قرر في نهاية حتى دي كانت تصرحات كتيرة. أعتقد استشفتها من تصرحات ميسي. إنه حاب يبعد شوية عن الضغوط. عن ضغوط كرة الخدم. عن ضغوط الجماهير شوية. عن ضغوط المنافسات الكبيرة. وبالتالي يعني حاب يفصل شوية. يلعب في نادي يستمتع. هو بكرة الخدم بعيدا شوية عن الضغوط. كان يستمتع برشلون. يعني. ما فهاش استمتع كبير. لأنه خلي بالك ضغوط جماهير برشلونة. في الفترات اللي فاتت دي. محتاجين حد يعني سوبر هيرو. عشان يقدر ينقذ نادي برشلونة شوية. ويرجع به مرة تاني لمنصات التتويق. فاعتقد ما كانش هتبقى راحة. يعني ما كانش هتبقى منطقة راحة. لميسي أبدا في برشلونة. في الفترة اللي جاية. صحيح. طيب. ندخل معاك. احنا أجلنا أخبارنا. عشان نستعرضها معاك. ومع جمهور السادسة. ونشوف كده تعليقك عليها. واحد خلينا أقولكم. طبعا أنا هاجل أخبار التمرين. هنروح مع بعض إن شاء الله. نتابع تمرينة الأهلي بدأت من حوالي. يمكن نص ساعة وأكتر شوية. هنتابع لقطات منها. ونتطمن على سكواد الأهلي. ومين ممكن يكون جاهز لمشاركة بكرة. خلينا نروح لمباراة الأهلي يونج أفريكنز. اللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية. وأخذ رأيك فيها سريعا. شركة تاسكارتي المسؤولة عن طرحة تذاكرة المباراة. أعلنت فتح باب الحجزة عن الطريق الأونلاين. مباراة إن شاء الله هتتلعب يوم الجمعة ساعة ستة. عدد التذاكر أو عدد الجماهية اللي هيكون مسموح لها بالحضور 30 ألف. وهيتم بتخصيص بس نسبة 5% للجماهير يونج أفريكنز. أهلي داخل مباراة يونج أفريكنز. صحيح التركيز كله على مطش بكرة. لكن في النهاية مباراة. مش عادر أقول تحصيل حاصل. ليه أميتها. مهم جدا تحافظ على الصدارة. مهم جدا أنك تكسب وتخسرش على أرضك. لكن شايف المباراة دي. هتكون المباراة الأخيرة كمان قبل نهاية كاس مصر مع الزمالي. صحيح. مباراة شايفها مهمة. لا تحصيل حاصل للحاجة. طب دائما نادل آلي يسعى للصدارة. ينجي أفريكنز وراء نادل آلي بنقطة. يعني نادل آلي تسعى نقاطه. ينجي أفريكنز ثمان نقاطه. وبالتالي. يعني مباراة الفائز فيها. أو حتى التعادل. نادل آلي يضمن إن شاء الله الصدارة في هذه المجموعة. خلي بالك. حسبيا. أنا شايف المواضيع صعبة جدا. لو بصيت لتواني أو أوائل المجموعات الثانية. عشان تقابل مين أو تواجه مين. كلهم يعني تواني المجموعات الثانية. سانداونز مثلا. أعتقد سانداونز التراجي. ثاني مجموعة برضو في المدد المجموعة. لسه جولة السادسة تحصل. آه. يعني دول الأقرب. يعني سانداونز التراجي. أعتقد في أوائل المجموعات. أعتقد مازينبي وأسك. يعني تحتار هتواجه مين. وبالتالي. نادل آلي أعتقد مش هيبص ده بشكل كبير. هيسعى إن شاء الله لأنه يتصدر هذه المجموعة. مباراة يعني أعتقد هتفرق كتير. في معنواتنا الليالي كمان. أحوال دور ثمانية في دوري أبطال. طبيعي جدا يكون فيه ثمن فرق ملي عدد تقيل. صحيح أن كاتل أسمائي بقى. بيترو أتليتكو مازينبي أسك. أحيانا بتقعد تحسبها يعني. ولكن في قرعة في النهاية. يعني لو قلت لك مثلا سيمبا. هل تقول لي سيمبا ماتشو سهل؟ لا طبعا. ماتشو مسهل. أولا كل الفرق في دور الثمانية في الدور المجموعة. طبعا لازم تلقى ماتشوات صعبة. ماتشوات صعبة جدا. طيب. الخبر اللي معنا الثاني إنه. النسخة الجديدة بقى اللي هتدأ كل السنة. وحضرتكم طيبين إن شاء الله. كاس مصر. اللي لسه هندخل في دول 32. في اتحاد الكرة بيعلن عن. إقامة مباريات دول 32. في بطولة كاس مصر. موسم من 23 إلى 24. مشاركة طبعا بين أندية الدوري الممتاز. وأندية من الدوري للدرجة التانية. خلال فترة توقف ماتشوات المنتخف في شهر مارس اللي جاي. تحديدا في الفترة من 16 اللي غاية 28 من نفس الشهر. وماتشوات دور الستاشر هتتلعب بعدها على طول في شهر أربعة. أجندة الأهلي بس تحديدا. إنت يعني مكمل في بطولة الدوري الأبطال. أجندته لسه صعبة. نتحدث في الأجندة ده مبارح. بطولات اللي مكلم عنها في كل موسم للنادي الأهلي. بتكلم 7 أو 8 بطولات. يعني الضغط. كان الله فعون اللعيب طبعا. وفي النهاية أنت مطالب. ما تفوتش. ما تفوتش حاجة. يعني لا تفعش تتعدي منك بطولة. صحيح. لكن كان الله فعون طبعا. ولكن أعتقد أن سكواد النادي الأهلي إن شاء الله يتحمل هذه الدغوط. إذن الله. خليني نروح معك. فيها معلومة عندي كده. عايزة أسمع رأيك عليها. سأروح للنادي الأهلي تفضل. نتطمن على التمرينة. النهاردة مع أزمننا محمد توفيق. عودة الأهلي مرة تانية مبارح. والنهاردة سعدان لمواجهة البلدية بكرة. نتطمن على سكواد. مين الوجوه اللي ممكن تشهد عودة أو مشاركة أولى بكرة. مين ممكن يكون بعيد بسبب الإصابة. ونتطمن على حالة المصابين في النادي الأهلي. توفيق مساء الخير. يعني عودة حميدة أولا. وخلينا نتطمن منك على شكل تمرينة الأهلي النهاردة. موسيقى مساء الخير الزماني العزيز أحمد سمير. تحياتي ليك. والضفق كريم كابتن أشرف ممضوح. وكل مشاهدة قناة نادر في كل مكان. يعني على قدم الوصاق تجري الاسئالات هنا. في ملعب مختار التتشي بالنادي الأهلي بالجزيرة. لعودة النادي الأهلي مرة أخرى للمنافسات المحلية. ومباراة بلدية المحلة. مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة للدولة المصر الممتاز. يمكن الفريق أحمد استأنف تدريباته بالأمس. بعد طبعا الحصول على راحة لمدة 24 ساعة. عقب العودة من غانا. ومواجهة ميدياما والفوز 1-0 الحمد لله رب العالمين. كان الفريق كان فيه تدريب قوي مبارح. شارك فيه معظم اللاعبين. بعض اللاعبين طبعا شاركوا أمام ميدياما بشكل أساسي. يستكفوا بس ببعض التدريبات الاستشفائية. ولكن النهاردة على طول بقى التدريب الأساسي والأخير. يمكن على طول كان فيه محاضرة فنية للجهاز الفني قبل التدريب. ومن بعضها على طول نزل اللاعبين لأرض الملعب. كان في البداية بعض التدريبات البدنية الخفيفة. ومن بعضها على طول التدريبات بالقرى. وحالا دلوقتي وأنا معاك. فقرات التمرين بيتم إجراءها. وهتختتها إن شاء الله بتأسيما. بعدها يختار طبعا مستمرس الكولر قائمة من 22 لاعب للدخول في معسكر مغلق. بحل الفنادق القريبة من أستاذ القاهرة ملعى مباراة الغد بإذن الله. لانستعدادا طبعا للمباراة اللي هتكون إن شاء الله فيه تمام السابعة مساء. يمكن الجميع أحمد في حالة فنية وبدنية أكثر من رائعة. كل اللاعبين زي ما أنا سمعك بتتكلم في المقدمة. كل اللاعبين حرصين على حجز مكان أساسي فيه تشكيلة المباراة بإذن الله غدا. يمكن طبعا بطمنك على المصابين. يمكن طبعا الإصابات زي ما هي كابتن محمد الشناء والإصابة في الكتف. مدى الإصابة بتاعته ومدة غيابه عن الفريق. أليو ديانجي خلاص فيه المراحل الأخيرة من إنهاء الإجراءات. للسفر بإذن الله لإجراء من زارة على الرجبة. لبيان الإصابة ومعالجتها بشكل فوري على طول. ومن بعدها على طول الدخول فيه عمليات العلاج والاستشفاء. خلد عفتاح يمكن بدأ خلاص الجري حوالي الملعب ويه التدريبات الاستشفائية. وكان طبعا بيقوم بتدريباته قبل بداية مران الفريق. باستثناء كده يا أحمد عاودة أطمنك على كل اللاعبين. سواء اللاعبين المنضمين الجدد أو اللاعبين القدماء في النادي الأهلي موجودين كلهم في التدريبات بشكل أكثر من رائع. أحمد نبيل كوكا بيشارك منذ أسبوع في التدريبات بشكل طبيعي جدا موجود في التدريب الرئيسي النهاردة. كريم ندفت كمان موجود بالضرب بشكل طبيعي جدا ممكن نشارك فيه التدريبات الاستشفائية مبارح. ولكن بيشارك بشكل طبيعي جدا محمود عبد الملعب كهربا محمود متولي كل اللاعبين موجودين. حتى اللاعبين الجداد سواء محمود الزنفولي أو عمر كمال عبد الواحد موجودين بيقدوا تمراتهم بشكل طبيعي جدا مع الفريق. اختيار بقى القائمة اللي هت إن شاء الله تخش المعسكة المغلق. اول 11 اللاعب اللي هتبدأ المباراة طبعا ضحاقه أصيل لمستر مرسل كولر. اتمنى بإذن الله رب العالمين التوفيق ليه في اختياراته. والتوفيق كمان للقائمة المختارة. وال 11 اللاعب اللي هتبدأ إن شاء الله يا أحمد يدود في صلاحاتهم قد جديدة في مشوار البطل للحفاظ على اللقب. القائمة قائمة الأسلام المختارة لسه. لا الدبع هيتم على طول أحمد بعد انتهاء الميران. يمكن وانا معك دلوقتي حالا لسه الميران. التمريرات الكورة شغالة الوقتية وهيبقى فيه كمان بعدها تأسيمة. وبعدها إن شاء الله يمكننا على ساعة كده زي ما بنتكلم تمانية ونصف أو حاجة. هيبدأ الفريق يتحرك على فندق الإقامة. طبعا ب 22 اللاعب اللي هيختارهم مرسل كولر. زي ما قلت لك أي 11 اللاعب أول 22 كمان اللي هيخش المعسكر. إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وكونوا موفقين بكرة. وإن شاء الله تكون سلاس نقاط جديدة زي ما قلنا. عودة البطل للمنافسات المحلية. فرصة مهمة جدا نتمنى من الحقيقة من الجميع استغلالها قبل ما نروح للصعب. بعد كده عودة مرة تانية صحيح للدوري. والدوري ما هواش وحشنا قوي. جاي من كاس عالم جاي من كاس نغبة جاي من شامبيونز ليج أفريقيا. فبالتالي نقلة الدوري دي بالنسبة للجمهور. للجمهور برضو بقى أكد مرة تانية بتبقى صعبة شوية. بشكرك زميل عزيز محمد توفيق دي أخبار تمرينت النهاردة. وأعتقد أنه يعني قايمة الإصابات يوم بعد يوم أحسن. الحمد لله نهاردة كوكا دخل متولي. أعتقد هيكون لي دور مهمة جدا الفترة اللي جاية. خصوصا مع غياب ياسر. خلد عبد الفتاح ورقة مهمة جدا في الفترة اللي جاية. نتمنى له إن شاء الله سرعة اكتمال للبرنامج التأهيلي. بما أنه الحمد لله تطمن عليه وأنه شفى من الإصابة. أبدأ معاك الأول بإيه؟ أبدأ معاك ب... خلينا أبدأ بمطش بكرة. كنت أقول في الأول أنه مباراة صعبة. رغم أنه أجندة الأهل فيها مواجهة يانجا أفريكا في شامبيونز ليج. مواجهة الزمالك في نهائي كاس مصر. لكن بشوف أنه مطش البلدية صعبة لأسباب كتير جدا. منها ما هو مرتبط بالدوافع والحالة المعنوية. جاي من بطولات كتير جدا. ومستوى منافسة صعبة ترجع للدول اللي أنت تقريبا نسيته. مستوى في المنافسة صعبة جدا. فتحس أنك بتلعب بقى ريحية كبيرة. مفيش ضيفة زي ما بتلعب في كاس عالم زي ما بتلعب في شامبيونز ليج. نمرة 2. وده يعني أعتقد كمان فكرة الداونجريد. إحساسك من أنت دائما بتلعب في بطولات كبيرة. مستوى المنافسة فيها. إحساسك بندية المنافس معك. بيخليك تطلع أفضل ما عندك. لما تكي تبص على جدول الدوري النهاردة. تحس أنه البطولة تكاد تكون منعدمة المنافسة. طبعا بتتكلم يعني بإحساس اللاعبين. يعني أنت شايف أنه ممكن اللاعبين تفكر بالشكل ده. بعد بطولات كبيرة ومنافسات كبيرة. وبطولات كبيرة عن بطولة الدوري أو البطولات المحلية. طبعا غياب ثلاث شهور تقريبا عن بطولة الدوري. يعني فترة طويلة جدا جدا. وشايف صعوبتها أكتر في أنك هتواجه فرق. موقفها بها. بتعاني. يعني اللي هيعاني بيعاني. واللي بينافس بينافس. يعني دي صعوبة كبيرة جدا اللي ندلها اللي خلي بالك. لأن في ناس معتقدة أنه عندك تأجلات كتير. أنت بتلعب بارتحية. العكس تماما. يعني أنت بتواجه فرق. لو بتواجهها في بداية الدوري هي لسه بتبتدي في المواضيع. مش مقلقة. مش مقلقة. مش مقلقة. إنما النهاردة في فرق. يعني البلدية مثلا في الترتيب الـ 12. يعني تقريبا بيصارع على هبوط من لسه الدور الأول. وبالتالي هي دي ظروف الصعبة اللي بيواجهها النادل الأهلي. وحتى لو فرق المقدمة هيبقى سرع النقطة. يعني أنت أي فريق بتقابله عنده غير إنه عايز يكسب الأهلي طبيعي. حتى لو ضمن إنه هو هيطلق. يعني هينزل من الدوري الممتاز أو هينزل من الدوري العام. يروح هيجي قدام الأهلي برضو. ده بالإضافة طبعا للنقطة الأساسية اللي موجودة طول الوقت. إنه أي فريق يواجه النادل الأهلي بيكون عنده تحفز كبير جدا جدا. أمام النادل الأهلي. مصر الكلاه بتشوفه. طبعا. مصر الكلاه بتشوفه طبيعي جدا. يحاول يحط نفسه في الفاترين ويقدم أفضل معه. يبزل أقصى موجود عنده. طبعا مباراة قوية خاصة بعد الصعوبات الكبيرة اللي واجهناها في غانا أمام مدياما. من الصفر والظروف الصعبة في الأجواء سواء درجة الحرارة والرطوبة العالية أو حتى أرضية الملعب. ظروف صعبة وأجواء صعبة أفريقيا يعني النادل الأهلي أعتقد تعود عليها ولكن بيتعدى أو بيتخطى دا دايما بخبرات لعبي وخبرات لعبي النادل الأهلي. أعتقد أنها كانت تجربة صعبة جدا لكن الحمد لله يعني تخطناها الحمد لله بنتيجة إيجابية بشكل كبير جدا. الحمد لله ارتحنا ووصلنا لدور المجمعات. بداية العودة للدوري طبعا يعني بيكون فيها شوية نقلة كبيرة جدا وأتمنى أن اللاعبين يتخطوها. وأعتقد أن بقى عندنا خبرات كبيرة جدا جدا يا أحمد في فريق النادل الأهلي يقدروا يتخطو دا. يعني التجمعات اللي بتحصل والاجتماعات اللي بتحصل بين اللاعبين في غرف الملابس أو في غرف الفندق والإقامة. بيكون بتكون لها دور كبير جدا في أنك تقدر ترجع يعني على الأقل بستين سبعين في المائة. يعني هي واحد فرصة للجهاز. اتنين فرصة للعبين. فرصة للجهاز إما أنه حاسس أنه المطشط اللي جاية هيبقى فيها حمل كبير مجهود كبير. رايح لا ينج أفريكنز فرقة محترمة جدا حتى لو هتلعبها في القهيرة وراها عطول رحلة صفر تاني للسعودية. عشان تقابل الزمالك في فاينال كاس. فتفكر فيها أنها فرصة رايح فرصة اللي عيبة تاخد نفسها شوية. والممكن أكون بفكر أنها تعمل عليهم في المطشين دول ياخدوا بريك الأسبوع ده. ولا تقول أنه لأ دي فرصة أن أنا حاول أجيب الفرقة لمستوى هتراجع من بعد كاس العالم بسبب التوقف. فبالتالي الكيرف يمكن عالي شوية في مطش ميديامة عن مباراة شبابلو الزدل. فدي فرصة أننا رهن على الاسكواد اللي أنا هكمل بيه عشان أحاول أرجع مستوى زي ما كان قبل فترة التوقف. طبعا يعني بيكون فيه سينيوريات كتيرة جدا في دماغ مستوى الكورل أو تفكيره. لأن أنت محتاج تفكر بطريقة شوية أنا هعمل إيه النهاردة؟ أنا عندي مباراة شوية بلدية المحلة محتاجها بشكل كبير جدا بلدية المحلة فريق. رغم نتائجه سيئة لكن بيأدي بشكل موجد. وخسران آخر ما شو قدام سرابيكا فرصة. أنا تفرجت على المباراة وعندهم دوافع كبيرة جدا وعندهم لعبين مميزين جدا. وفي صعوبة في اللقاءات دي زي ما قلت لك على صراع على الهبوط أو صراع على النقطة في جدوى المسابقة. وبالتالي يعني مباراة مش سهلة. لكن أنت بتفكر ازاي؟ أعتقد أن سكواد النادي الأهلي مريح يعني بمعنى وخلي بالك ده الكلام ده موجود برضو من الموسم اللي فات. لو فاكري أحمد كان عندنا إصابات كتيرة جدا الموسم اللي فات وضغط إمبارات كبير جدا. لكن كنت أنا وأنت هنا مرتاحين شوية لأنه تقارب المستوى بين البدايل وما بين اللاعبين الأساسيين. ما كانش فيه فكرة أنه بديل وأساسي. يعني أي حد بينزل النهاردة بيكون بنسبة 80-90% على الأقل في مستوى الراجل اللي بيلعب بشكل دائم أو بشكل أساسي. وبالتالي أنا أعتقد أنه فكرة الروتيشن أو العملية التبديل اللي بيحصل أو التدوير اللي بيحصل من مستر كولر في التشكيل أعتقد أنها مش مقلقة. لأنه تقارب المستوى بشكل كبير جدا النهاردة لو حطيت. لكن في بعض المراكز أنت محتاج فيها تبديل. يعني حاولت أفكر فيها مركز مركز مركز. تلاعب شبير عشان يحافظ على الفورمال اللي هو وصل لها. ولا تراح شبير وتجرب مثلا حمزة أو الزنفولي. الاثنين دول عايزين يشاركوا برضو عشان لما تحتاجهم في وقت ملقوقات تلاقيهم. تلاعب عمر كمال اللي مش هيلعب في أفريقيا. بس في نفس الوقت ما ينفعش يقعد كتير على الدكة. ولا تخلي محمد هاني عشان هاني يجيب هاني لقبل التوقف. تلاعب الشحاية ولا تدي ريدا سليم. تنزل مودست ولا ترجع كهربا ولا تغمر بمسامة أبو علي. فكل مركز من المركز ممكن يبقى أنت لو عادت مع عشرة أهلوية. كل عادت حطرت تشكيل مختلف تاني. مختلف تماما عن التاني. طبعا مليون في المئة. المركز كتير اللي ممكن تغير فيها على أقل ممكن تغير خمس أو ست لعبين. يعني انت بتكلم في خمس ست لعبين اللي احنا نكلمنا عنهم دلوقتي. وممكن كمان تضيف عليهم لو انت عايز أفشا يدخل. يعني أسماء كتيرة. السلاءة ونتفت. مثلا اللعب المباراة اللي فاتت ممكن اتنين مختلفين يلعبوا المباراة اللي جاية. فانت ممكن تغير 11 لعب موجودين اللعب بشكل أساسي في المباراة اللي فاتت. أنا مش قلقان من ده. أنا بس القلقان منه فكرة أن يبقى عندك تحضير دايما للمبارايات اللي جاية. أن يكون الكل جاهز. أنه عندما تلعب النهاردة مبارات بلدية المحلة. الحمد لله الإصابات قلت. يعني زميلنا محمد أو في قال إن الإصابات كثيرة بشكل كبير جدا قلت. وفي مجموعة كبيرة دخل الإصابات. متولي جاهز. يعني من اللي كانوا غيابات بسبب الإصابات. أعتقد متولي جاهز. كوكا جاهز. ريدا سليم الحمد لله كان دخل. دخل كده كده خلاص. يعني الحمد لله نيدفت كمان الحمد لله موجود. كاريم ميدفت برضو شارك النهاردة. يعني الحمد لله يعني تقريبا في اسابتين أو ثلاثة هما اللي بعيد شوية سواء ديانج أو الشناوي أعتقد ديانج والشناوي وياسر دول يمكن ياسر بهم اللي صبطت طويلة شوية خالد دخل أعتقد خلاص لسه بس التدريبات الجامعية لكن يعني قريب يبقى موجود لأنه خالد ممكن يكون ورعة دفعية مهمة جدا طبعا الأسماء اللي موجودة يعني تطمن بشكل كبير يعني النهاردة لو حطيت عمر كمال ما كان محمد هاني مش هتحس بفرق كبير خاصة في المباراة زي يعني مش هتحس بفرق لأن عمر كمان كمان عنده دواحي هجومية بشكل كبير فممكن يفيدك في مباراة بكرة أو كهرباء في الخط الهجومي تمام يعني الناس عندها قبول بشكل كبير والاتنين تقرأيك فوسام في الدقيقة فوسام أهم ما يميزه هو الضغط الهجومي الكبير جدا يعني بيعمل لك ضغط على المنافس بشكل كبير صحيح مرح تلوش فرص كتير الفرصة حتى اللي جات له اعتقد انه يعني يراح بيها على المرمى وسددها بشماله بشماله يعني بيتحرك واتكلمت لو انت في مميزاته انه بيقدر يختارق في العمق بشكل كبير عنده تحركات كبيرة جدا مهمة جدا عنده سرعة طبعا عنده سرعة جبيرة جدا عنده طول والهيدرز كمان مميز جدا بشكل كبير يعني عندي أمل كبير جدا جدا في وسام ان شاء الله يتقلق مع عمد الأهلي ويقدر ومن أهم مميزاته انه عنده الرغبة وعنده القوة والطاقة واخد بالك برضو بتفرق من اللعيب جاي بيكتشف الأهلي عن لعيب وهو جاي الأهلي عارف انه عارف عنه خيمة طبعا طبعا ويعني حتى تصريحاته برضو يعني بتدل قد ايه على الكلام اللي بتقوله ده يعني انه أنا أتمنى انه قليق بالنادي الأهلي أو النادي الأهلي يعني هو حاسس انه بخيمة النادي الأهلي خطوة كبيرة جدا جدا بانضمامه النادي الأهلي ان شاء الله يكون لي مستقبل كبير جدا مع النادي الأهلي أتمنى يعني فمش الآن بكرة من التشكيل او مين هيلعب او مين مش هيلعب من حاسس انه بعيد ومطش البلدية ممكن فرصة الكولر انه يرجعوا تاني يجيبوا تاني يعني بما انه نسبيا لما حطاها أقل شوية احنا طالعين بمستوى تدريجي بلدية ثم يانج أفريكان ثم الزمالك فاينال لا في اسماء كتير في اسماء كتير يعني بتكلم عن الحمد لله حسين شحات دخل يعني كان كويس جدا الحمد لله المباراة اللي فاتت وساموا بعلي واحد من الاسماء اللي أتمنى ان شاء الله انه يشارك بشكل أساسي لان محتاج تديره في المباراة زي دي هتضغط فيها بشكل كبير وهتروح على المرمى بشكل كبير وانت يوم ما تضغط هتقعد مودست برك يعني يوم ما هتعمل ضغط وهتلعب كروسات وهتهجي مطاط في مونطقة في صندوق المنافس حتى الله يعني خد الفترة اللي فاتت الحمد لله مباراة كبيرا ما كنتش مباراة صحية صحية كان محتاجة يعني طبعا كولر قدرة يعني طبع شاب التفين أنا معرفش ما عنديش تقييم حقيقي للاسباب الاختيارات مفيش حد ممكن يكون مدرك لأفضل تشكيل يبدأ بيها غير مرس الكولر بس اللي كنا بنقوله في الحلقة بس خلينا متفقيني نوع الراجل كان عايز يدخل مودست بشكل كبيرا ويجهز ويرجع بشكل بدني وفني كبير وهو اللي عامل أسست بتاع مطش مدر صحية لكن لسه منتظر منه كتير يعني لسه كتير جدا جدا منتظر من مودست لو إن شاء الله جهز فنيا وبدنيا وزهنيا يعني لكن وسام أبو علي أتمنى أنه يشارك بشكل كبير لأن بدايته في مباراة زي دي ممكن إن شاء الله نادي الأهلي أو متوقع خلي بالك مباراة صعبة جدا مش عايز أستسهل مباراة أنا كنت متابع البلدية في أول الموسم يعني كانوا عاملين كمان هم خطفوا الأنظار محمد عبد الرقوف عمل شو كده في بداية الموسم بدأ بداية تقول إنه الفريق هم وزيد كمان كانوا طالعين بشكل كبير جدا يمكن تعصر شوية يمكن نتائج شوية ما ساعدتوش تعالنا ركده في الخبرات خلي بالك نشوف المميز الفريق بلدية المحلة والطريقة اللي ممكن يكون بيفكر يواجه بيها لأهلي بكرة طبعا هيكون فيه أعتقدناها طريقة متحفزة أكتر نبدأ بالهدفين حسام أشرف طبعا هو هدف بلدية المحلة وهدف الدوري وهدف الدوري صح هو واحد من هدفين الدوري برصيد 8 أهداف بعد إسلام مرزوق هدفين وعبده سمانة بهدفين يعني مصدر خطورة رئيس بتاعهم حسام أشرف مهاجم كويس مهاجم كويس أنه صغير فيتر بيتحرق كتير جدا جدا يعني مزعج من رؤوس الحربة المزعجين جدا جدا لا يخطد فعل لأنه المهاجم لما يكون بتحرك لو فاكر وليد أزارو كان بيتحرك على كل كرة بعيدة قريبة سهلة صعبة ده مهاجم مؤلئ ومزعج شوية علشان كده هتلاقي فيه أهداف لحسام أشرف ميتة يعني كرة ميتة بيروح ويحاول ويقاتل عليها وبيحرز عتفظ أن لزم رقابة طريقة أحكاب تنحن عبدالرقوف تميل أكتر الكرة اللي على الأرض يعني فكرة أنك أنت مفيش لعب على كونتر أتاكس بيحضر من وراء قوي قوي يدخل حتى الجول كيبر مسألة التحديد تعالوا نشوف كده على مستوى التمريرات ومين ممكن يكون العقل المفكر أو القلب النبط لفرقة بلدات المحلة دول الأكثر تمريرا أو الأكثر دقة فيه أكثر تمريرا على مستوى التسعين دي ده متوسط طبعا بالنسبة للموطسات كلها يوسف حسن أربعين تمريرا أحمد رضا ستة وتلاتين وإسلام مرزوق واحد وتلاتين تمريرا دقيقة في خلال كل مباراة يوسف حسن من اللعبين المميزين جدا جدا في فريق بلدات المحلة وأعتقد أنه يعني من أفضل اللعبين في وسط الملعب اللي ظهروا بشكل كبير في الدور المصري في الفترات اللي فاتت وهو فعلا العقل المدبر زي ما قلت يا أحمد مش بس عشان دقة التمرير لكن هو دوره كبير جدا جدا في بلدات المحلة في ناقل الكرة والتحاولات الهجومية اللي بتتم لبلدات المحلة في الناحية الهجومية طيب نروح لآخر نقطة هي الكرات الطولية اللي بيعتمدوا عليها واللي ممكن تبقى خيار مناسب جدا لمباراة بكرة بين مواجهة نادي الأهلي اللعبة على التحاولات السريعة اللعبة على الكرات الطولية اللي ممكن تستغلها في حالة الضغط العالي من نادي الأهلي إنك أنت تعمل خطورة أو تشكل خطورة على مربع نادي الأهلي يوسف نحن نكلم برضو على التمريرات دقة التمرير نكلم على دقة التمرير يوسف حسن هو صاحف أعلى معدل وأعتقد هو اللي بيعتمد عليه كابتن أحمد عبد الرؤوف أن يرمي كرة في كل العقل المدبر هو اللي بيعمل التحاولات الهجومية بشكل كبير جدا سواء من ناقل الهجمة من تحت أو حتى الكرات الطويلة من تحت الفوق وبعده أحمد رضا وبعده إسلام مرزوق إسلام مرزوق برضو حاضر في كله يعني يمكن ما يكونش الطاب على مستوى الفعالية لكنه هو أحمد رضا همه الثلاثة يعني لكنه الحقيقة يمكن برضو تتوقع يغامر في ظل موقفه المعقد قدام النادي الأهلي ولا التفكير التقليدي لا لا يعني أعتقد أنه حيبق متواجد عادي بشكل طبيعي خلي بالك بتحبت تظهر بشكل جيد أمام فريقك أو ناديك السابق وبالتالي تحب تبقى متواجد بشكل أو تظهر بشكل جيد أه طبعا فأعتقد أنه حيبق متواجد بشكل طبيعي أخر حاجة جاهزة معنا الفرص دي صناعة الفرص في كل المتوسط صناعة الفرص في كل مباراة بالنسبة لبلدية المحل طبعا إحنا بنتكلم على أنه الأكثر الصناعة على مستوى فرق الدوري بيرامدس 28 فرصة في المباراة نتكلم على سيراميكا في المركز الثاني 26 فرصة في إجمالي المباراة 28 فرصة بيرامدس في المركز الأول سيراميكا في المركز زي 26 بلدية المحلة في المركز التاسع 17 فرصة كم مباراة؟ 13 مباراة 13 12 17 فرصة 17 فرصة في 12 مباراة يعني بيقلق تقريبا واحد ونص فرصة في كل مباراة يعني عدد أليل برضو من الفرص وده دول قد يين هم مضغوطين يعني في المركز المحلة برضو رغم أنه بيحاول بشكل كبير من بداية مستوى الفعالية لما قارن ده بعدد الأهداف كنت لسه حوالي يمكن ما بيقدروش إصنع فرص كتير لكن إنتاجاتهم من استغلال الفرص دي أو قدرتهم على استغلال الفرص دي عالية جدا تصل تقريبا لـ 50 أو 60 فرص تحاولك يعني تقريبا أحرزه 13 أو 14 هدف 70% يعني فعدد كبير جدا من الأهداف بالنسبة أو لما تقسها بعدد الفرص اللي بيوصلوا بيها وده يدل على مدى خطورة المهاجمين أو حتى القادمين من الخلف في بلدية المحل وأعتقد أن فيه طريقة لأحمد عبد الرقوف أنت بتكلم على البلد أب من تحت لكن الكرات الطويلة من تحت العمق أعتقد أنها تمثل خطورة كبيرة جدا وشفت أكتر مباراة إيدر حسام أشرف تحديدا هم هو يعني تقريبا برضو فكرة التيكي تاكا اللي بيبتدي من السيكس يارد عند الجول كيبر وبتلاقي الجول كيبر بيلعب مع الاتنين قلباء الدفاع عني اللي قدامه بيعمله المسلس ده بيجبر الفريق اللي قدامه أنه يضغط بدري يدغط بدري بيحاول هو يستغل المساحات اللي حسبوها وراء وعنده لعبة اللي تقدر تنفس ده يعني هو استقبل عدد كبير جدا من الأهداف صحيح وخسر مبارات كتيرة جدا لكن أحرز عدد أهداف كبير جدا ومميز جدا أنت بتكلم على الماتش اللي فات بس استقبل خمسة رغم أنه سجل ثلاثة لكنه واضح كمان أنه ما بيلعبش الدفاع للدفاع يعني الدفاع ورغبة فيه أنه يطلع بنتيجة جدا ده صحيح فكر فكر وأعتقد نحن دروف من المدربين المميزين حقيق حقيق طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن أشرف منذوح في السادسة قبل ما تكلم في سيناريو المباراة اللي يخصينا وإزاي بيفكر مارسل كولر ورأي أشرف التشكيل الأمثل لمواجهة بلدية المحلة بكرة خلينا نقف مع آخر إحصائية مهمة جاهزوها لنا الزملاء هي فكرة الكروت الحمراء نادي بلدية المحلة أشرف من أكتر لأندية في الدولة حصولا على البطاقات الحمراء متساويا أعتقد مع الجونا يعني الجونا والبلدية في المركز الأول أربع كارت أحمر وراهم على طول سيراميكا تلاتة كارت أحمر أعرفش ده دليل على عنف عدم قلة خبرة عدم سباة الفعالي طبعا لسه كنت بقولك حتى النتائج بتقول إنه في خبرات قليل يعني ما فيش خبرات بشكل كبير الحمس الزائد قلة الخبرة الضغط الكبير جدا نتيجة الهزائم الكتير أو التعدلات الكتير بيديلك في النهاية عصبية زائدة وبالتالي نتيجة تجدها التارد والإزارات الكتير طيب اتفقنا إنه حسام أشرف واحد من هدفين الدوري إن لم يكن الهدف أعتقد هو هدف الدوري هو هدف الدوري صحيح؟ يمكن واحد من أبرز اللعبين فليه البلدية لكننا عايزة تحط عينك على لعيبة كرة عندهم حط عينك على يوسف حسن على أحمد رضا على ماجد هاني طبعا كان فيه فابيو حكيم ده كان لعيب مميز جدا بس في الميركاتو الشتوي انتقل من البلدية لسيراميكا هو لعب المباراة اللي فاتت وصدوم يعني وبالتالي كان من اللعبة كان من اللعبة المميزة يعني واعتقد حيفرق معهم شوية في مباراة المتبقية من عمر الدوري لأنهم من لعبي المميزين الحقيقي طيب من النهاردة الجمهور مستني الشكل والمستوى الأسماء اللي يظهر بها النادي الأهلي من وجهة نظرك التشكيلة المثالية للمطش البلدية بكرة يعني شايف ان ممكن زونفولي او يعني مصطفى شوبير الحقيقة وانا اتكلمت معك قبل كده وقلت لك قبل حتى يعني قزمة التعاقد مع حارس مرمى تعتقد ان مصطفى شوبيري لازم ياخد الفرصة ولازم يكون مصطفى شوبيري عنده كاركتر شخصية مميزة جدا جدا وده من أكتر بتساعد بنسبة 70-80% من أداء حارس المرمى فيه كامل عيب زي قصة شوبير شوبيري ما كانش ممكن ياخد الفرصة لولا اصابة الشناوي فيه كامل عيب في الاهل يمستنين الفرصة كتير جدا كتير كتير مين نفسك انت ياخد فرصة او رايب؟ اه نفسي كريستو مثلا كريستو كريستو من العامين المميزين جدا الموهوبين وبقالنا كتير بنتكلم انه أنا عايز اشوف كريستو وكان قابلك كندوسي لو فاكر طبعا نفسي برضو ياخد الفرصة الحقيقة فيه فيه كريمة دي بيس ممكن كريمة دي بيس اتمنى اتمنى لانه انت محتاج ده اتديله في مباريات زي زي مبارات اما انت بتلعب بطولات كبيرة وبتحتاج خبرات معينة في مبارات كبيرة زي زي الدوري ابطال افريقيا او بطولة مباراة ببطولة زي نهاية كاس مصر فانت محتاج مثلا اكيد المدير فني يعني انا عندي لعيبة لو قلتلك قايمة كولر النهاردة حطت فيها لستا كده محتاج الاسماء دي جهزها للي جاي رايح لأدوار اقصائية في دوري ابطال رايح لنهاية كاس مصر ومن بعده هبدأ مشوار كاس جديد رايح لمنافسة في الدوري فعايز اجهز مثلا ريدا سليم عايز اجهز اكرم توفيق عايز اجهز عمر كمال بما ان ملاقبش مع الاهلي وسامة ابو علي كريستو زي ما انت لسه بتقول عايز اجهز عبدالقادر عايز اجهز كريمة دبيس طبعا هنه هجهز مين ولا مين يهي فهم قصدي وفي النهاية متوالي مهما كانت صعبة او سهلة مهمة او مش مهمة انا مقدرش هادي اكتر من اسم او اسمين بالكتير قوي في كل مطش على رغم الاسقوات اللي انا قلت دلوقتي اولا اسمها قلتها دي تلعب بيها مطش الاساسي تحطها كلها في مطش الاساسي او ده اللي بقولك علي تقارب المستوى للعبتنا الحمد لله يدي لك ارتياحية في اختيار اي مجموعة لكن عمالة التدوير او عمالة الروتيشن اللي بنكلم عنها يعني المجميع اللي بنكلم عنها في اثناء المباراة ازاي يكون فيه تفاهم وانسجام يعني مثلا فكرة وجود بيرستاو مع كهرباء مع حسين الشحات خلاص فيه فيه تفاهم فيه انسجام عارفين بيعملوا ايه بشكل كبير فكرة انك تغير بقى السلاسي ده هل هيكون فيه التفاهم والتناغم والانسجام ده ولا مش هيجي لما يلعبوا مع بعض المقشات كتير دي مش متاحة انك تغيرت ثلاثة مرة واحدة خلينا نختم عشان وقتنا التشكيل الممثل بالنسبة لك لم تشبه يعني شايف الزنفولي ياخد مصطفى شبير الحمد لله تمام يمين عمار كمال عبد المنعم اعتقد ربيعة متولي ممكن بشكل ممكن يعني ممكن لو هو جاهز بالنسبة مياه في الماء خلي بالك الرجل انا ليه بقول اسم طالما متواجد لان كولر ما بينزلش حد او ما بيشركش حد الا ما يكون جاهز انا ما يكون جاهز بالنسبة مفل الماء اتمنى كريمة دباسي بمتواجد في وسط الملعب ترجع مروان يعني مروان بشكل اساسي معاه عمر السلاء اتمنى ان يستمر عشان يجهز بشكل كبير امام ممكن ما يبقاش متواجد متواجد افشة مثلا بشكل كبير انت عايز تلعب بالنحية الهجومية ريدا سليم وسامة ابو علي اتمنى كمان يعني ممكن حساني شحات اتمنى التوفيق لمطش بكرة مطش يطمن قبل لمطش مواجهة يانج افريكا زمان بعدها الزمالك فيه نهاي كاس مصر اشرف نوارة الدنيا شكرا جدا جدا نحر بكل التوفيق شكرا لكم على المتابعة تحياتي لكم شكرا لكم